احبائي اهلا بكم في حلقة جديدة من بناميكم مدرب حياة مسيحية السؤال بتاع النهاردة بيقول ايه هل ممكن نلاقي انسان سعيد في حياته يعني حياته عبارة عن سعادة فقط طب ازاي السؤال حلو هل ممكن نلاقي انسان سعيد في حياته يعني حياته كلها سعادة فقط طبعا بيقابل لانسان تحديات في الحياة كل انسان مننا بتقابله تحديات في الحياة ومع من هو سعيد يعني سعيد في كل جوانب الحياة وده مش امر سهل يعني سعيد جدا جدا في علاقته بربنا وسعيد جدا في حياته الاسرية واخد نفسه باله من صحته كائز خالص وشغله مية مية وعمل حسابه في القبور المادية عنده امام مادي ويتطور نفسه باستمرار فموضوع كبير شوية لكن ازاي الانسان يشعر بالسعادة رغم وجود بعض النقط الغير ايجابية الموجودة برضو في حياته او بعض الاركان في حياته ليست عشرة العشرة ازاي يشعر بالسعادة هنا مهم بصوا السعادة شيء مهم ومطلب اساسي للانسان وسعادة في العالم الداخلي ومش في العالم الخارجي السعادة في قناعتي انا ورضائي بنصيب في الحياة السعادة في قناعتي ورضائي بنصيبي في الحياة السعادة ان انا عايز حياة الشكر وانا اقول لك كلمة شكر في التنمية البشرية قالوا هلنا ازاي وانطبقها في حياة ده بص حضرتك الشين الاولانية انا بشكر على النعم ربنا اللي في حياتي بشكر باستمرار وكل يوم عني ثلاث دقايق اشكر على النعم الموجودة في حياتي تمام الكاف كد وتعب الحياة كده وربنا لم قال لآدم قال له منعرق منواجهك تأكل خبزك الحياة فيها كده التعب فانا بتعب علشان ان انا اطور من نفسي في كل المجالات وكل الاركام بتاعت حياتي تمام يبقى الشين انا بشكر ربنا على النعم اللي في حياتي الكاف الكده التعب الره الاخرانية الرضا في الاخر يعني انا راضي بالنتيجة اللي دهاني ربنا ليه لان انا لو بدأت بالرضا في الاول فممكن مطورش نفسي بقى خلاص انا راضي بأي حاجة والدنيا ماشية كده زي هنا لا انا اشكر في الاول على النعم المدهاني ربنا والوزنات المدهاني ربنا بكده وبتحب على قد ما اقدر في الاخر الرضا يبقى سعادة هنا في رضا ربنا بنصيبي في الحياة ليه انا شكرت وتعبت ايا كانت النتيجة انا راضي بيها انا بانسان سعيد يمكن اول مرة اقولها بالطريقة دهية يبقى انا باشكر ربنا تمام على نعم المدهاني بكده وبتحب في كل الاتجاهات والاتجاه في ركن الروحاني وركن الصحي وركن الشخصي وركن الاجتماعي والعائلة وكل حاجة تمام وراضي بالنتيجة اللي انا وصلت لها طرامة عبت رضائي بالنتيجة اللي انا وصلت لها هو ده السعادة الحقيقية السعادة ليست فيما تتمتلك بل انت استمتع بما تمتلك السعادة الحقيقية انك انت تستمتع بكل حاجة مدهلك ربنا عيش بنظرية الشكر دهية إنك تشكر وتكد وتتعب وترضى بنصيبك في الحياة هتعيش في سعادة باستمرار ربنا يا رب يخلي حياتك كلها سعادة وأسعد شيء في الدنيا إنك تكرر باستمرار إنك إنت ابن ربنا وإنك إنت بتقف تتكلم قدام ربنا بالسعادة الحقيقية اللي بتاخد منها مصدر بتاخد منه كل استعادة لتسعدك في حياتك على طول شكرا لسؤالكم جميل ده ونشوفكم الحلقة الجيدة إن شاء الله شكرا لسؤالكم